مؤخرا شفنا مجموعة كبيرة من الحملات لا علاقة بأطفال بيتم محاولة جمع تبرعات لهم لأنهم مصابين بأمراض جينية بيسموها تنكسية وبتبقى الحقنة مثلا بعشرين مليون جنيه بثلاثين مليون جنيه الحقيقة في زمن فات الأمراض دي ما كانش لها علاج أصلا يعني هي فيه معجزة إنه بقى فيه علاج لسه المشكلة إنه العلاج ده غالي جدا الأمراض دي لها علاقة بالتركيبة الجينية للإنسان فيه مجموعة كبيرة جدا من الأبحاث من سنين بتتعامل في المجال ده لتخفيف ألام الأمراض دي وقومتها وكمان محاولة الوصول إلى عقارات أقل ثمنا الحقيقة إنه دورية نيتشر الشهيرة وهي أهم دورية علمية في العالم ها تنشر بحث ولما بقول ها تنشر أنا بحط خط تحت الانفراد العلمي اللي إحنا بنقدمه لأنه لسه محدش من قراء نيتشر يعرف البحث اللي هيتنشر قريبا المعلومة إنه نيتشر أو مدورية نيتشر قبلت البحث وده في حد ذاته معلومة مهمة جدا لسه محدش يعرف تفاصيل البحث أول ناس هيعرفوا تفاصيل البحث ده هم مشاهدي البرنامج لأنه إحنا بنسجل الحلقة دي قبل ما نيتشر تنشره نيتشر أجازته واقتنعت به وقررت نشره خلال أسابيع البحث ده عملا مجموعة بحثية من جامعة شيفلد والقائم عليها باحث مصري محترم ومعتبر بيكلم على أجزاء من الجينوم أجزاء من الجينات الوراثية محدش كان بيبصلها أبدا قبل كده على أساس أنها جنك أو ويست أو حاجة مش هتفيد العلماء البحث ده نيتشر بتعتقد أنه هيتبني عليه حاجات كتيرة جدا في المستقبل تساهم في علاجات هذه الأمراض المستعطية ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا يا دكتور أهلا سهلا أهلا بحضرتك دكتور شريف الخميسي مدير البحث والابتكار في جامعة شيفل بإنجلترا أهلا بحضرتك يا دكتور شعب أبي بودك الله يتخليك إذا أنا الأسعد والله ألف شك مبروك البحث نيتشر إبليته وتحمسة له ولسه هيتنشر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هنحتاج من حضرتك يا دكتور بالشبه نعرف هو إيه الجينوم أو فاهمين الجينات الوراثية بالشبه عارفين إنه في بعض الجينات ممكن يبقى فيها مشاكل أو طفرات نعالجها إنما محتاجين حضرتك تبسط لنا الكور أو جوهر البحث بتاعكم تمام يا فندم هو الجينات أو الجينوم هو برعا عن الشفرة الوراثية برعا مجموعة من الحروف الحروف مع بعضها تعمل كلمة شوية كلمات تعمل جملة الجملة هي اللي بتدي إستراكشنز اللي بتدي للخلية التعليمات بحيث إنها تنموز زي وتعمل إيه في الوقت المناسب الجزء اللي مسؤول عن الموضوع ده حوالي 2% بس من الجينوم بتاعنا أو الديني بتاعنا 2% بس هو اللي مسؤول إنه هو بيترجم لبروتينات الخلية محتاجاها والـ 98% التانيين كانوا الناس فاكرنا أنهما جانك يعني حاجة كده ملهاش لازمة نفايات بالزبط يعني زي بالزبط لما يبقى فيه فيلم كده عنف ويبقى فيه بطل بدل ما البطل بيتضرب بيجيبه دوبلير يتضرب مكانه ملهاش لازمة ملهاش لازمة بالزبط كده فالفكرة دي كانت سائدة لمدة معينة ومؤخرا تم اكتشاف إن الـ 98% اللي هو الجنك اللي ما كانش ليه لازمة ده ده ليه لازمة وليه وظيفة مهمة أنه هو بيتحكم في الإخراج بتاع الـ 2% دولة الجنك ده بروتينز ولا؟ لا DNA برضو DNA DNA برضو بس ما بيتحولش ليه بروتينز هو بيتم وظيفته إنه هو بيتحكم في الجزء اللي بيتحول لبروتين بيحكم فيهم إزاي يقول مثلا إحنا عايزين كمية كبيرة عايزين كمية قليلة عايزينها إمتى عايزينها في خلايا معينة عايزينها في خلايا تانية وظيفته هو التحكم فيها فقط آه فاللي احنا لقناه في البحث الأخير ده إن الجزء اللي هو الـ 98% ده ده مهدد بشكل دائم بالكسور الكسور ده بتحصل نتيجة لعملية إفراز الطاقة في الخلايا كسور قصدك بيتكسر يعني؟ بيتكسر آه عملية إفراز الطاقة في الخلايا بينتج عنها بعض أنواع الشوارز الكيميائية اللي بتبتدي تهاجم الشريط النووي الـ DNA ده وتكسر فيه ده شيء طبيعي يعني في الـ 20 دقيقة اللي هناك فيها مع بعض أو النص ساعة بيبقى في كل خلايا من جسمنا في حوالي 300 كسر في الـ DNA بتاعنا 300 في كل خلايا شوفيه بقى عندنا كم خلايا في جسمنا واضرابي عدد 300 في عدد الخلايا فكمية كبيرة جدا طبعا لو ما تمش التعامل مع الكسور دي بشكل فعال وبشكل سريع بينتج عنه أمراض زي أمراض السرطان وزي أمراض الدمور في الجهاز العصبي أصدق إيه تتعامل بشكل صحيح بقى؟ اللي هو تتعامل لما حراج بتقول إنه ده شيء طبيعي جدا إنه كل خلايانة بيبقى فيها التكسر ده أو الكسور بالزبط كده الربنا سبحانه وتعالى هي جيش كامل في الخلية كل وظيفته إنه هو يصلح في الكسور دي علشان كده الـ 300 اللي في كل خلايا من خلايانة دي بتطلع بس بتصلح على طول بتتكسر وتتصلح على طول لو ما هتصلحتش بتعمل المشاكل الأمراض دي فاللي إحنا لقناها في الدراسة الأخيرة دي أن كمية الكسور اللي بتحصل في 98% من الـ DNA دي كمية كبيرة جدا ولقينا أن إصلاحها مهم للحفاظ على سلامة الـ 2% التانيين اللي هما بيطلعوا بروتينات الخلايا محتاجاها يعني بحثوكو بيقول أنه بعد سنين أو عشرات السنين من إهمال الجزء ده بالزبط من الجينات لأ الجزء ده ممكن يكون فيه علاج أو وقاية من مشاكل كتير وممكن تحصل بعد كده بالزبط كده بالزبط كده واللي إحنا قدرنا توصله مع الفريق البحسي إن إحنا لقنا وظفنا وعرفنا بالزبط الإصلاح ده بيتم إزاي الـ components المسؤولة في الخلايا بتاعتنا على عملية الإصلاح للـ 98% دولة وظفناهم حوالي 5-5 بروتينات مسؤولين عن عملية الإصلاح دي البحث ده أخذ منك وقت قد إيه؟ وكانت إيه أهم التولز أو الأدوات للوصول للنتائج اللي أنت وصلت له؟ ده أخذ حوالي 5 سنين والأهم الأدوات اللي إحنا استخدمناها في البحث كانت عبارة عن خلايا من بعض المرضى وخلايا مستخرجة من الأنسجة العصبية بتاعة فقران التجارب دي اللي إحنا بدأنا بنبص عليها وتقنية اللي هي بيسموها الجينوم سيكونسينج اللي هو فك شفرة الـ DNA دي تقنية دلوقتي موجودة بشكل كبير بنتم فك الشفرة في الـ DNA وبنشوف بالزبط التفارات اللي موجودة في المناطق المعينة ممكن تؤدي الإيه في وظيفة الخلايا وده اللي خلينا نركز على الـ 98% اللي محدش كان بص عليهم قبل كده لأن كل الناس مركزة على الـ 2% أو أغلب الناس مركزة على الـ 2%